كافان كاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة من أجل أننا نعرفه بعد ذلك بدأ السيدان مرض دي السيدان طرق دمسيقال ديال وروقها يوميا إلى ذلك بجي يكونوا معنيين كذلك هاد المرض من بعد كانوا ورسا سكوينيا ومازال ديال كي سابق سيناريو فكرة أنه وكي باش أننا نحل المشاكل اللي هم فعلاً كينا في المجزم مثلاً عن مداء السيدان اللي هو واحد من المشكلة الكبيرة ولكن لا تقول لكم بحال واحدة من المشكلة التي كائنا معنا كانت تقول لكم أنه واحدة من المشكلة لا يمكننا أن نهضرها لها لأنها كانت متعقل عرض الطرق للمخدرات والعلاقة بالجمسية هذه واحدة من المشكلة وصمت العارف في المجتمع ومصصتهم بالعكس كيف نعرف بهذا المرض كيفية طرق الانتقال له وكيفية أشأنا نعمل الحماية منه ما تقول لكم ما تقول لكم ما تقول لكم ما تقول لكم كيفية سيدان ما تقول لكم ما تقول لكم ما تقول لكم ما تقول لكم ما هاتیك's تاريخ وكما بشيك تكون دول دول اصحابينا اصحابينا لاحقا اشترك هكذا اصحابينا 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 تحسن اصحابي شخصي تحسنين اني وإضافة نوعية ومدينة طنجم لأن من قلائل جداً الجهات المنظمة أو الجمعية المهتمة بهذا الموضوع هذا أنها تنفتح على المجال السينمائي وأعتقد أن صناع السينما بصفة عامة على الصعيد الدولي والعربي والمحلي والجيهوي فرحانين بالجمعية وفرحانين بكم كما ترون اليوم في إطار الاحتفال باليوم العلامي لداء السيدة طبعاً هذه الأمسية السينمائية التي تشرف على تنظيمها لجنمية حسنونا أولاً سعيد بها جربة هذه مع أضاء لجنة التحكيم وطبعاً أختيار لجنة التحكيم أختيار هذه الأفلام الفائزة هي مبادرة أنا أعتبرها مبادرة قيمة وجميلة حيث هذا الأنشطة الثقافية التوعوية التحسيسية ندمجت أيضاً وخرجوا الواحد مجالي هو مهم بزاف مجال السينمائي والجميل في الأمر هو أن هذه الأفلام اللي غادي نشاهده اليوم هي أفلام تحسيسية التوعوية تم الإنتاج جياله والإخراج جيال من طرف المجموعة ديال الشباب لتبع المجموعة ديال الجمعية في مدينة الطنجة هما أفلام كلها فائزة أفلام كلها متواجة لكن لجنة التحكيم سنحاول إن شاء الله نختار الأفلام من الرتبة الثالية إلى الرتبة الأولى وأيضاً هناك جوائز أخرى كجائزة أحسان ممتلة ممتلة وجائزة سيناريو الإخراج نحن اليوم في هذه المسابقة الثقافية التحسيسية من خلال أفلام من إخراج مجموعة من الشباب لكينتام الجمعيات التي تناضل من أجل محاربة المخدرات ومحاربة الأمراض المتنقلة جنسياً وإن شاء الله نحن نحاول نقيم أفلامهم حسب المعايير الفنية وخلال نساعدوا على أننا نحاربوا هذه الظواهر التي تهدد المجتمع والشباب والصحة في الديالوم في نفس الواجة التي تعملنا وطولنا من الشباب مع شركة مع جمعية دارنا وطبيعة الحال المشاركة العديد من الجمعيات الأخرى المناهدات أو المحاربة السيدة الفيلم ديالنا تحدث على قصة ديال واحد الشاب يعني في في مقتبر الأمر وفجأة المحيط الذي يضير بهم الأصدقاء يضغطوا عليه حتى أنه تسبب في الإدمان وعن طريق الإدمان ينتقل السيدة وإذا به يتفاجأ أن النظرات المجتمع يتغير ويشوف أن الحياة يضغطوا المشاركة 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 ولكل الفاعلين الذين يساموا معنا في النزاحة الأمسية وشكر خاص وأعضاء الجناحة وكذلك السيدة المشاركة المشاركة المشاركة